مرحبا، هذا الفيديو سيكون دليلك الشامل لزيارة أفضل معالم باريس ومرشدك السياحي سنقدم لك النصائح عن خبرة شخصية في باريس عاصمة النور بالإضافة إلى رابط نتركه لك في وصف الفيديو لشراء التذاكر ومشاهدة الخرائط خليكم معنا فرنسا نظرة سريعة عن البلدان المجاورة لفرنسا بلجيكيا، لوكسنبورغ، ألمانيا، سويسرا، إيطاليا وكمان إسبانيا رح ننتقل مباشرة إلى باريس وأول معلم لازم تزوروا بباريس هو برج إيفل يعتبر برج إيفل أشهر الأماكن السياحية في باريس تم بناء البرج الحديدي الذي يبلغ ارتفاعه 324 متر من الجهة الشمالية الغربية بالقرب من نهر السين وتم إنشاؤه على يد المعماري جوستاف إيفل عام 1889 يضم البرج ثلاث طوابق وفيه بعض الفعاليات ومطاعم وسترى الكثير من المناظر البانورامية وأيضا الفن المعماري في باريس كما ترى هناك الكثير من الأشخاص ينتظرون دورهم للصعود إلى البرج أو لشراء البطاقة لذلك ننصحك بشراء بطاقة الصعود عبر الموقع الإلكتروني الذي سنقدمه لك في وصف الفيديو أيضا يحتوي البرج على مسعد كهربائي ودرج لذلك تختلف أسعار البطاقات ولكن بشكل عام يبدأ سعر البطاقة الصعود إلى البرج من 17 يورو للشخص البالغ أوقات البرج من الساعة التاسعة ونصف صباحا حد الساعة الحادي عشر إلا ربع ليلا وكل هذه المعلومات قابلة للتغيير من قبل طرف إدارات البرج ما تراه أمامك هو حديقة شامدو ماغس وهو نشاطنا التالي يمكنك شراء قهوة وتمتع بمنظر البرج من الأسفل صممت الساحة عام 1751 وكانت مخصصة لتدريبات العسكرية الفرنسية وهي منتزه مثالي لقضاء الوقت لكن عليك أخذ الحيطة لأن الأمام في هذه المنطقة السياحية العالمية قد يكون قليل فلا تضع الهاتف أو الحقيبة جانبا نشاطنا التالي هو زيارة ساحة تروكيديرو ويمكن التقاط أجمل الصور من هذه المنطقة تم إنشاء الساحة عام 1969 وكانت تحمل اسم ساحة ماليكروما إلا أن هذا الاسم تغير يجدر بالذكر أن المواصلات متوفرة حول البرج تبدأ الأسعار من 1 يورو ونصف ننصحك بشراء بطاقة نافيكو باس للتجول في باريس سعر البطاقة هو 5 يورو ويتم شحن هذه البطاقة لمدة أسبوع كامل بمبلغ يقارب 21 يورو تعمل البطاقة بشكل أسبوعي تبدأ يوم الأثنين حصرا إلا أنها أوفر من استخدام البطاقات اليومية وغيرها الزيارة التالية ستكون إلى قوس النصر إذا أردت الذهاب إلى قوس النصر باستخدام المترو فمكانه موجود في هذه المنطقة هنا تحديدا لكن ننصحك بالذهاب إلى قوس النصر ماشين عبر هذا الطريق قوس النصر في فرنسا عمره أكثر من 200 عام يطل على أشهر شارع في فرنسا وهو شارع الشانسيليزي أمر نابليون بونابارت ببناء هذا المعلم لتخليط جميع انتصاراته وفي هذه الأيام تقام فيه جميع الفعاليات والأعراس الوطنية يبلغ ارتفاع هذا المعلم إلى 50 متر تقريبا ننصحك بزيارة هذا المعلم في الصباح الباكر قبل الساعة العاشرة صباحا رسوم الدخول لهذا المعلم تقريبا هي 12 يورو هذه بعض النماذج التي تم رفضها لبناء المعلم أيضا أراد نابليون أن يرى هذا المعلم من قصره إلا أن ذلك لم يتم كتب على هذا المعلم الكثير من أسماء الجنرالات والمساهمون في انتصارات الثورة الفرنسية المزيد من المعلومات والتحديثات تجدها في الموقع الرسمي للقوس في وصف الفيديو بعد الانتهاء من زيارة قوس النصر ندعوك إلى زيارة شارع الشانزيليزي حيث بإمكانك شراء الكثير من الماركات العالمية المتواجدة على جانبي هذا الشارع أيضا هو مكان جميل لتناول طعام الغداء أو شرب القهوة إلا أن الأسعار قد تكون مبالغ فيها قليلا في نهاية الشارع ستجد هناك قصرين حيث يمكنك أخذ بعض الصور الجميلة على باب القصر الصغير القصرين هما عبارة عن متاحف يمكنك زيارتها أو الانتقال معنا إلى المعلم التالي لا تنسى بأخذ الحيطة والحذر في أي مكان متواجد فيه أنت في باريس أيضا يجب عليك الانتباه إلى القواعد المرورية بشكل كامل وعدم قطع الطرقات من المكان غير المخصص لذلك سعر وجبة الغداء قد يتراوح في هذا المكان بين 28 يورو إلى أسعار قد تفوق توقعاتك نتابع زيارتنا لمعالم باريس ماشين على الأقدام من بعد القصرين وصولا إلى حديقة متحف اللوفر وهي أيضا مكان جميل لشرب القهوة إذا لم تكن قد فعلت ذلك في شارع الشانزيليزي أيضا تحتوي هذه الحديقة على بعض الفعاليات للأطفال وللبالغين هذه الحديقة نهايتها يوجد متحف اللوفر وهو محطتنا القادمة أحد أغنى المتاحف التي تضم تحف فنية على مستوى العالم يقع المتحف على الضفة الشمالية لنهر السين وقد تم تشيل المتحف عام 1792 يضم المتحف الكثير من التحف الفنية التي تعبر عن الفن والنحط الأشوري والفن اليوناني الشهير كما يضم المتحف لوحات من عصر النهضة وأيضا لوحات من الفن القوطي والإسباني ويضم أشهر لوحة في العالم وهي لوحة المونيليزا أسعار تذاكر متحف اللوفر في باريس تبدأ من 15 يورو أوقات الزيارة والأسعار وجميع التحديثات تجدها في الرابط أسفل الفيديو يحتوي المتحف على منظومة أمنية عالية وشديدة الرقابة لذلك ننصحك بعدم القيام بأي حركات عفوية داخل هذا المكان أيضا عدم لمس أي قطعة موجودة في متحف اللوفر بعد قليل سننتقل إلى المعلم التالي في زيارتنا إلى باريس بعد زيارة متحف اللوفر إما يمكنك زيارة كاتدرائية نطق دام وهي التي لا تبعد كثيرا عن المتحف أو يمكنك قيام بزيارة دار الأوبرا عبر هذا الطريق كما نريك الآن فهي ليست بعيدة عن كل المعلمين دار الأوبرا في باريس وهو اسمه قصر جارني في باريس وأيضا بجانبه الكثير من المحلات وأبرزها متجر جالاري لفاييت يمكنك التجوال حول منطقة الأوبرا في باريس لالتقاط صور أعمدة المبنى ومنحوتاته الذهبية حيث يعتبر المبنى من أغلى المباني الأوروبية سعرا وأكثرها فخامة وتألقان كما يمكنك الاستمتاع بجولة داخل المبنى بدءا من الدرج الضخمة الذي يضم المنحوتات المثيرة والثريات الفخمة ولا تنسى التقاط الصور للوحات السقف ثم ينتهي الدرج بالبهو الكبير وهو عبارة عن قاعة استقبال يبلغ ارتفاعها 18 متر وطولها تقريبا 154 متر وعرضها 13 متر ولا بد لك من زيارة المسرح الذي اتسع إلى قرابة 2000 مشاهد وهو الأكبر في أوروبا حيث يستوعب إلى ما يصل 450 فنان يمكنك أيضا المرور بمتجر الهدايا لشراء بعض القطع التذكارية والكتب المفيدة أيضا يمكنك في نهاية رحلتك داخل الأوبرا تناول وجبة فرنسية لذيذة أو طبق أوروبي في مطعم القصر الذي يمتاز بتنوع أصنافه وجلساته الراقية أوقات العمل في القصر تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء وآخر دخول إلى القصر هي الساعة السادسة المساء الأسعار تبدأ من 11 يورو أيضا هناك بعض العروضات التي تبدأ أسعارها ب27 يورو سنترك لك الرابط في الأسفل الذي يشرح الأسعار والأوقات وجميع المعلومات المحدثة كما ذكرنا سابقا من متحف اللوفر يمكنك الذهاب إلى كنيسة نطغ دام عبر المشي بجانب النهر وصولا إلى الكاتدرائية أيضا بإمكانك التقاط الكثير من الصور الجميلة من فوق الجسور على نهر السين قبل الذهاب إلى كنيسة نطغ دام ننصحك بالجلوس في أحد المقاهي أو المطاعم المميزة في الحي اللاتيني وهو المعلم التالي الذي سنقوم بزيارته يقع الحي اللاتيني على الضفة الشمالية من نهر السين في القلب من مدينة باريس وفي الوقت الحالي يشكل المدينة القديمة من باريس أبرز معالم الحي حديقة نبتات في باريس كما يضم الحي العديد من المعالم الأخرى مثل جامعة السربون روعة الأنشطة السياحية في باريس لا تكتمل بدون جولة بين أزقة الحي وشوارعه الحجرية وتصاميمه المعمرية الأنيقة هنا نرى في الصورة مكتبة شيكسبير وهي المكتبة المشهورة في هذا الحي وننصحك بزيارتها وأخذ فكرة عن المواضيع والكتب الموجودة في داخله في هذا الحي تجد الكثير من المطاعم والمقاهي القديمة التقليدية والكثير من المطاعم التي تقدم الوجبات الفرنسية الأصلية أو الوجبات الأوروبية في حال كان لديك الرغبة في تجربة وجبة جديدة يوجد في هذه المنطقة المطاعم التي تقوم بتقديم حساء الحلزون أو الضفادع الطبق الأهم في هذه المنطقة هو طبق الفوندو وهو عبارة عن طبق تحتوي على الجبن المطبوخ وتعتبر هذه الوجبة سويسرية الأصل حيث يقوم عامل المطعم بتسخين الجبن على طاولتك الكثير في هذه المنطقة يتحدث اللغة العربية بطلاقة أيضاً اللغة الإسبانية والإنجليزية هناك العديد من أنواع المطاعم الموجودة في هذا الشارع منها المطاعم التركية، اليونانية، العربية وكذلك الفرنسية في نهاية هذا الشارع ستجد محل يقوم ببيع الحلويات الملونة أيضاً هو من المحلات المشهورة في هذا الشارع ستراه الآن على اليمين The Pirates Candies حلويات القرصان كما سترى الآن على اليسار محل الشوكولات العالمي الموجود في هذا الشارع ذو أسعار مناسبة جداً يرجى الانتباه إلى أن بعض المطاعم في هذه المنطقة بحاجة إلى حجز مسبق هناك الكثير من الفنادق المتواجدة في هذه المنطقة إلا أن حجز غرفة في هذه الفنادق قد يحتاج إلى أشهر قبل معاد القدوم إلى باريس سعر الفندق في الليلة للغرفة الواحدة ما يقارب 70 يورو وقد يصل بعض الأحيان إلى 300 يورو كما يوجد في هذا الشارع مطعم للنباتين وهو يقوم بتقديم وجبة الفلافل الشهيرة وهو من أفضل المطاعم الموجودة هنا معوز ننصحك بتجربة هذا المطعم في حال رأيت هنا السياخ للشوارمة فهي ليست كالشوارمة التي اعتدنا عليها في بلادنا إنما تسمى هنا وجبة كباب ولا ننصحك بتجربة هذه الوجبة أيضاً ننصحك قبل طلب أي طلب من الوجبات بقراءة المكونات الأساسية لهذا الطبق طبعاً مع مراعاة الأسعار لكل وجبة أسفل هذه المنطقة يوجد محطة المترو وتسمى محطة نوتخ دام أو سان ميشيل نوتخ دام حان الوقت الآن لزيارة كاتدرائية نوتخ دام في هذه الأوقات هناك الكثير من التصليحات التي تحصل في الكنيسة وقد تكون مغلقة كما تعلم لأنه حصل هناك حريق في جزء العلوي من هذه الكنيسة ويتم ترميم هذا الجزء في الوقت الحالي سنقوم بتحديث المعلومات عن الكنيسة في الرابط المتروك في وصف الفيديو يمكنك التقاط الصور حول هذه الكنيسة وأيضاً ننصحك بالنزول إلى ضفة النهر وأخذ الكثير من الصور من هذه المنطقة يتجاوز عمرها 850 سنة وهي موضوع على لائحة اليونسكو للتراث العالمي تمثل فن العمارة القوطية بناءها استغرق أكثر من مئة عام وهي من المباني الأولى التي استخدمت الدواعم الطائرة وجهتها الخارجية تتزين بالكثير من التماثيل تقوم الحكومة الفرنسية بالاعتناء الكبير بهذه المنطقة وأيضاً بهذه الكنيسة بالذات لذلك سترى الكثير من أعمال الصيانة المحيطة في هذه المنطقة الزيارة التالية ستكون إلى حديقة لوكسنبورغ كما ترى فهي ليست بعيدة عن نوتخ دام ويمكنك الذهاب إليها ماشياً عبر هذا الطريق الذي سنريك إياه الآن حديقة لوكسنبورغ وهي مكان مثالي لتناول وجبة خفيفة أو مشروب في هذه المنطقة يمكنك شراء الخبز الفرنسي باكيت وأيضاً القليل من الجبن والاستمتاع بهذا المكان دخول هذه الحديقة مجاني جميع خرائط هذه المناطق موجودة في المقال الذي سنتركه لك الزيارة التالية ستكون إلى كنيسة القلب المقدس أبقو معنا موسيقى موسيقى يشدر بالذكر أن البعض يبحث عنه أفضل مكان للشيشة في باريس نريك الآن أفضل مكان للشيشة في باريس كما ترى ليس بعيداً عن نطخ دام تركنا لك العنوان في الأسفل كنيسة القلب المقدس في باريس عليك البدء بمشاهدة الهيكل الخارجي للكنيسة الذي يحمل الطراز اليوناني البيزنطي بالقباب المميزة والزخارف والتماثيل التي تحمل ملامح العصور الوسطى إلى جانب برج الساعة الشهير والآن عليك الدخول إلى مبنى الكنيسة والذي يحمل أيضاً الطراز الروماني البيزنطي في الديكورات والزخارف يمكنك أن ترى الفسيفساء وزجاج الملون والرسومات المميزة للشخصيات القبطية الشهيرة ولسيما رسومات للسيد المسيح والسيدة مريم العذراء ولا يجب عليك مغادرة كنيسة القلب المقدس في باريس من دون التعرف على أكبر قطعة فسيفساء في العالم وهي فسيفساء قبة كنيسة القلب المقدس التي تحمل تصوير للسيد المسيح في زي أبيض ممدداً ذراعي وله قلب ذهبي وحوله العديد من الأشخاص زيارة الكنيسة يومياً من الساعة السادسة ونصف صباحاً حتى الساعة العاشرة مساءاً الزيارة التالية إلى ديزني لاند باريس وهي بحاجة إلى يوم كامل يمكنك أخذ القطار ويستغرق بحدود 45 دقيقة ديزني لاند بارك هي الأشهر على الإطلاق في العالم وهي الأكثر زيارة على مستوى أوروبا كلها وتعتبر من أشهر الأماكن السياحية أيضاً في فرنسا افتتاح مدينة ديزني لاند عام 1992 من قبل شركة كولت ديزني ننصحك بشراء بطاقة الدخول قبل أشهر من القدوم إلى باريس أيضاً لمعرفة الأسعار نترك لك الرابط في أسفل الفيديو تبدأ الأنشطة من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءاً هناك الكثير من الفعاليات التي يمكنك القيام بها داخل ديزني بارك كما ستشاهد في هذا المقطع القصير أيضاً هناك في المساء الألعاب النارية المميزة حيث يمكنك القيام بالكثير من الأنشطة التي تتعدل 25 نشاط الزيارة التالية ستكون قصر فرزاي وهو بحاجة إلى يوم كامل أيضاً يعود تاريخ بناء القصر إلى عام 1624 يمكنك زيارة القصر من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة والنصف أيضاً يمكنك زيارة الحدائق المحيطة بالقصر من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السادسة مساءاً باقي المرافق تفتح من الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً أسعار الدخول تبدأ من 27 يورو للبالغين أيضاً حديقة القصر هي من أروع الحدائق الموجودة ننصحك أيضاً بقضاء وقت داخل هذه الحدائق في حال وصلت إلى هنا الرجاء كتابة كلمة باريس في التعليقات لنعلم أنك من المشاهدين المميزين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر